دوليا تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجزت ثلاثة ملايين ومائة وستين ألفاً والوفيات أكثر من مائتين وثمانية عشر ألف حالة وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة لتتجاوز المليون إصابة وخمسة وثلاثين ألفاً تليها إسبانيا بأكثر من مائتين واثنتين وثلاثين ألف إصابة ثم إيطاليا بأكثر من 200 ألف إصابة فيما حلت فرنسا في المرتبة الرابعة بأكثر من 165 ألف إصابة